ما أجمل أن يعيش المرء في دنياه سالكاً للموعظة الحسنة والحكمة والتريث في كل ما يأتي ويذر ومن هنا كانت أهمية هذا الجانب من جوانب أساليب الدعوة للمناهج الدعوية التي تكلمنا عنها مراراً وتكراراً إن هذا الدرس من هذه الوحدة قد عقدناه بعنوان أسلوب الموعظة الحسنة فماذا عن هذا الأسلوب وماذا عن مفهومه وخصائصه ونبرز هذه الأشياء في العناصر التالية العنصر الأول مفهوم الموعظة الحسنة حيث إن كل من يستعمل أسلوباً ما يدعي أنه على الموعظة ولربما يكون على عكسها تماماً فلهذا حريم بك عزيزي الطالب أن تقف على المفهوم من تعريف الموعظة الحسنة كذلك من بين عناصر هذا الدرس أهمية وفضل هذه الموعظة أو هذا الأسلوب إن أسلوب الموعظة له من الأهمية ما له وله من الفضل ما له وهذا ما ينبغي أن نقف عليه وسيأتيك نبأه أخيراً نقف بك عزيزي الطالب على خصائص هذا الأسلوب أما عن تعريف منهج أو أسلوب الموعظة الحسنة فالموعظة هي التذكير بالعواقب والأمر بالطاعة والوساط بها بمعنى أن الداعية الذي يلتزم بالموعظة هو ذاك الذي يذكر الناس بعواقب ما هم عليه من ضر ويبرز لهم أيضاً العواقب الوخيمة كما يبرز لهم العواقب الطيبة والنتائج المرجوة من فعل ما يرتكبون وأن يأمرهم بالطاعة وأن يحذرهم من المعصية فالموعظة أن تبدأ مذكراً آمراً ناهن بأسلوب بليغ قائم على الحسن والموعظة الحسنة في الاصطلاح الدعوي ترادف النصيحة أقول عظني وأوجز يعني انصحني وأوجز ولها أشكال عديدة فمن أشكال الموعظة القول الصريح اللطيف اللين عندما تعامل الناس بأسلوب هيين اللين يقبل الناس منك قولك ويقبلون عليك بحب ولي يقول تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا إن القول الحسن إنما هو بمثابة العنقود الذي تقيمه بينك وبين الناس يجمعهم عليك ويجمعهم حولك أيضاً من أسلوب الموعظة الحسنة الإشارة اللطيفة المفهومة فأنت بالإشارة تفهم عندما تكون إشارتك صادقة حسنة وهناك إشارة ذميمة والعياذ بالله تلك التي يفعلها أناس لم تستبطن قلوبهم الإيمان أيضاً التعريض والكناية المؤدية والتورية إن التعريض والكناية والتورية أسليب بلاغية عظيمة جاء بها القرآن وسنها النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله عندما كان النبي يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ما بال أقوام يقولون كذا وأيضاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم من آكل لحم جذور فليتوضى انظر إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة بأسلوب فيه موعظة وفيه أسلوب هين لي وفيه تعريض كل ألوان الدعوة الجميلة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من صور الموعظة القصة الخطابة المؤثرة الفكاهة ربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم القول فيه فكاهة لكنها ليست فكاهة خارجة عن الأسلوب الراقي في الدعوة عندما يقول النبي للمرأة العجوز إنه لن يدخل الجنة عجوز وتقول المرأة باكية ألم أدخل الجنة يا رسول الله باكية يبتسم النبي ابتسامة عريضة لكنه يرسخ هذا المفهوم في قلبها فيقول إن أنشأناهن إن شاء إنه لن يدخل الجنة عجوز بل سيحول الحق تبارك وتعالى أمرك إلى شابة وهنا تبتسم المرأة بعد أن كانت باكية هكذا كان أسلوب النبي وهكذا ينبغي أن يسير الدعاء أيضا أنتقل بك إلى أهمية أسلوب الموعظة وبيان فضله تظهر أهمية أسلوب الموعظة الحسنة في أمور عديدة منها أمر الله الصريح باستعماله لقد أمرنا الحق تبارك وتعالى باستعمال أسلوب الموعظة الحسنة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الجدال حتى حتى الجدال يكون بالأسلوب الحسن والدعوة تكون بالأسلوب الحسن كذلك من أهمية أسلوب الحكمة أن الأنبياء جميعا قد استخدموه وقد استعملوه في دعوتهم فقد أخبر الحق تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام أنه قال وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أنصح فالموعظة الحسنة هي نصيحة كما قلنا وعن هود عليه السلام يقول وأنا لكم ناصح أمين وهكذا كان مظهر أسلوب الموعظة أيضا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة أساس الدين فقال الدين النصيحة أي القائمة على الموعظة الحسنة أما عن خصائص أسلوب الموعظة فلأسلوب الموعظة الحسنة خصائص ومزايا كثيرة من أهمها لطف عباراته وألفاظه ومناسبتها للمقام إن العبارة اللطيفة الرشيقة الهينة اللينة القائمة على النصح والإرشاد المقصود به هداية الناس وعطفهم على الطاعة والقول المناسب للمقام إنما هو من أعظم أساليب الموعظة ومن أخص خصائصها فالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادنة بالحسنة إنما هو أسلوب الأنبياء والمرسلين أيضا من خصائص أسلوب الموعظة تنوع أشكاله وكثرتها فالتنوع إنما هو تنشيط لنفس المستمع وكثرة أساليب هذا الأسلوب إنما هو دلالة على أن الدعاة ينبغي أن يستعملوه بتنوعه في أقوالهم وفي أفعالهم وفي سلوكياتهم كذلك من خصائص أسلوب الحكمة عظم آثاره في نفوس المدعوين فالمدعوون عندما يتأثرون بهذا الأسلوب دلالة على نجاح الداعية في أداء أسلوب الموعظة ده رائعون أسلوب المشاركين أسلوب المشاركين كذلك من الدعوين